السلام عليكم بالنسبة للفيديو ديالي و ان شاء الله ستكون على طريقة باش تستفدوا من الدعم المؤقت بالنسبة للأسر العاملة في القطاع الغير مهيكل واللي متضرر من فيروس ديال كورونا قبل ما ندوز معاكم باش نعطيكم المعلومات اللي غا تستعمروا في هاد طلب هذا فبالنسبة للناس اللي كيستفدوا من هاد الدعم يعني بالنسبة للعائلة مثلا اللي كيكونوا ثلاثة الاشخاص او الاربعاء يعني بحالة كيكونوا جوجد الخوت عندهم الوليدات والاب يعني كيكونوا في الدار كلهم كيصرفوا فواحد ولي كي تستفد من هاد طلب هذا يعني وخاتي يعمروا الخوت كاملين ارا كيستفد واحد فقط لكي هزو فبالتالي حتى بالنسبة للرقم ديال الهاتف اللي انه هو كيش كيتم باش كيتم يعني باش كتصفتوا لمعلومات كاملين وايضا هو باش كتتلقاوا لزي سيمس اللي غا تيجيوكم فبالتالي كياخدوا رقم الهاتف واحد بعين الاعتبار يعني لا عمر واحد بهذاك التليفون ارا ما يقدرشي واحد اخر انه هو يستعمل هاداك الرقم وإلا راها يعني غا تكون العملية غا تيرفضوا هالي يعني واحد اللي كيستفد من رقم ديالهاتف واحد الشخص ولي كيستفد من العائلة بالنسبة ايضا لهاد المعلومات اللي كتعمروا راهم يعني كيدوز عليهم كتكون مراقبة يعني بالنسبة الاشخاص اللي عندهم مثلا للسانسيس ولا الرامد او عندهم مدخول فما كان نصحكمش انكم تعمروا المعلومات او تعمروا هاد طلب لانه غا تكون علي يعني متابعة قانونية فبالنسبة الاول خطوة غا تعمرها هي رقم البطاقة التعريف الوطنية يعني كدخلوا الرقم ديال البطاقة الوطنية ديالكم بالنسبة للخانة التانية والثالثة فهنا غا تعمروا الاسم العائلي ديالكم بالعربية وبالفرنسية الخانة التانية فيها الاسم العائلي او للكنيا ديالكم بالفرنسية غاديس عمرها كما هي في الكارت ناسيونال والخانة الثالثة فيها الاسم العائلي بالعربية يعني الكنية ديالكم غاديس كسبوها بالعربية و هنا كما كتشوفو راكين كلافي كي يعطوه لكم باش كتكسبوه بالحروف يعني باش كسبو الاسم ديالكم بالعربية وهنا بالنسبة اللي عمر يعني الطالب كيدير داكر يعني نوع داكر او انتا بالنسبة لتاريخ الاسدياد هاد الخانة هادي يعني كتعلق بالناس اللي عندهم فقط السنة في الكارت ناسيونال ديالهم يعني ما عندهمش نهار او ما عندهمش شهر وبالنسبة لناس اللي عندهم يعني في الكارت ناسيونال عندهم لادات نيسونس كاملة فيها نار وفيها الشهر يعني كيديروها كاملة هنا عدد الافراد ديال الاسرة هنا بالنسبة الرقم التعريفي البانكي او لا نيمغود كونت بانكير هنا ضروري انكم تركزوا ودخلوا الارقام يعني باش تكون هكا صحيحة يجب عليكم 24 خشيف او 24 راقن يجب عليكم دخوله يكون صحيح هنا هالطريقة هذي تخولك انه يدوز لك فيرمون ديركت البانكة ويعني لكان عندك الابليكاسون وراك تخدم غير من التليفون صراحة حسن من انه يعني تخرجك ويكون زحام صرته فهذه الفترة اللي تصفته فيها الفلوس احنا عارفين ان الوقت ليداز ديال السنسيس ولا ديال راميد كان مشكل ديال الاكتداد فهذه احسن طريقة وهنا بالنسبة للعمل او لا الاقليم اللي انتا اكد نتميلي هنا كما كتشوفو راك يعطيك الاختيارات انك تختار البلاصة اللي انتا فيها يعني راكين اختيارات دي المغرب كامل كتبقي يعني تقلب تقلب حتى كتلقى العمل او لا الاقليم اللي انتا كين فيه وصفي كت يعني كتكليكيلي ملحقة الادارية ولا اللي سنعرفوها بالمقاطعة فانك نقدو شهادة تسكنة بالنسبة للمعلومات وخاتا نغلطو راهم كي صحوهم مشي مشكي بالنسبة للعنوان ديال السكن ضروري اننا نعمره بالنسبة للعنوان كي ما كتلكم ضروري انكم تعمروا العنوان اللي انتو ما ساكنين فيه يعني مشي العنوان اللي عندكم فلا كارت فإلا كان مثلا عندكم شي عنوان قديم فلا كارت ناسيونال فخستكم تعمروا العنوان فيه انتو ما ساكنين فيه لانه المقدم اللي كي يجي مثلا باشيدي لانقيت ديالو يتأكد من المعلومات اللي يدليتوا بها فغاديمشي الهادك العنوان اللي انتو ما عمرتو يعني ذاك العنوان اللي عمرته في ذاك الطلب وليش غدي يجي إلجا مثلا لها ذاك العنوان اللي انتو ما غالطين فيه يعني العنوان قديم عندكم فلا كرت فأكيد ما غديش يلقاكم في ذاك البلاسة وبالتالي غدي حسبو بأنه ذاك الطلب غدي يلغيو لأنه المعلومات اللي دليتوا بها غير صحيحة فهم الأحسن أنه يكون العنوان ديال سكنا فيه ساكنينتو ما هنا بالنسبة لبيانات مهنة صاحب الطلب كي النوع النشاط اللي هو مياويل أو لا أجير غير مصرح به بالنسبة للمياويل هو كما قلنا يعني شو واحد اللي كيكونها كطلب معاشو كيخدم نهارو بنهارو بحل الناس اللي كيفرشو يعني اللي كيخدمو بنهار بالنسبة لغير مصرح به يعني بحل الفنان أو لا شو واحد خطام في القهوة أو لا شو واحد اللي كيكونها كمقاول داتي بالنسبة لهاد الاختيارات فهم كتختار هنا النوع ديال القطع النشاط اللي كتزاول نوعد الخدمة نجم إختيارات لا أرى نوع الخدمة فستخطر آخر وضع المهنة المزاوية وتكتب فيها نوع الخدمة وضع التواقف عن النشاط نجمه من جماح مرأة او هم اللي سيكون ضروري اتعمرهم لك تحاول توضح يعني النوع المهنة بالنسبة لانواع المهن اللي ما كيكونوش يعني بينين وهناك تكتب الاسم العائلي والشخصي اللي كتشتغل عنده او لالاسم الشركة بحال هنا هاداك السلف الحمام فكيكتب هنا الاسم ديال الحمام فاش كان كيختم بالنسبة لبيانات الاتصال هناك تدخل الرقم ديال الهاتف ديالك ومجرد انك تدير التحقق من رقم الهاتف فكتوصل بواحد الرقم عبر الاسم لانهو كتدخلو في هاداك الرمز ديال التحقق باش تولي كتتوصل بجميع المعلومات عبر الاسم الهاتف ديالك هنا بالنسبة لهاد الخانة غادي تكليكي عليها باش تشهد صحة المعلومات المدلأ بها في الطلب وكاخير مرحلة غادي تدوز باش تعمر هاد الارقام هادو كيما كتليكم كتدخلو هنا هاد الارقام يعني 41185 ومباشرة كتضغطو على تسجيل الطلب وكيمشي طلب ديالكم بالنسبة لهاد المعلومات هادو اللي دخلتو إلا كان فيهم شي غلط فمباشرة غادي تصفتو لكم بإنو كين شي غلط في المعلومات يعني ملي كيربطو الرقم ديال بطاقة تعريف الوطنية باسمية ديالكم ولا بلادات نيسونس هنا في إلا كان في شي غلط كيرجعو كي يقول لكم أعودو الطلب بالنسبة لهاد دعم فهو كي بدا منهار 10 أفريل وكي تسال نهار 16 يعني فقط المدة ديالو استيام وبالنسبة للاس اللي مهتمين وبغاوا أنهم يستفدوا من هاد دعم فمن الأحسن أنهم يعمروا الطلب ديالهم في ضرف هاد استيام هادو فكما قلت لكم بالنسبة للمعلومات يلاغلتوا فيها كي يصفتو لكم ميساج بإنو المعلومات خاطئة وكي تقولوا يعني دعوا يدخلوا معلومات جديدة باش يتقبل لكم الطالب وأيضا بالنسبة للناس كما قلت لكم في الأول الناس اللي يعني مدكلارين فلسانة سايز قول عندهم الرامد وديجا يعني يدفعوا هاد لدوسي ديالهم فأكيد رغم ما كيتقبلش لهم الدوسي كيت ترفض وبالنسبة للناس اللي يعني تدخلوا معلومات خاطئة يعني الناس اللي عندهم مثلا واحد الداخل أو اللي عندهم خدمة يعني ما تضررش من هاد الفيروس هذا يعني باقي هما مسأل في الخدمة ديالهم فأي معلومة كتكون خاطئة يعني را كتكون عليها يعني مراقبة وكتكون عليها أيضا متابعة قانونية فكنتمنى أن الفيديو ديال اليوم تكون استفدتوا منها وأي حاجة ما عرفتهاش خليواها ليه في الكمانتير وغادي نجاوبكم وكنتمنى الفيديو ديال اليوم تكون عجبتكم تكون خفيفة على قلوبكم نتلاقوه في الفيديو الجاية إن شاء الله واسلام عليكم